ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذريات إسماعيل عليه السلام ربنا وابعث فيهم فيهم تشمل الأمة الإسلامية والعرب وأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لماذا منهم وليس من غيرهم منهم فيعرفوا شرفه ونسبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته معروف في مكة بالصادق الأمين ومنهم حتى يكون شفيقا بهم وحريصا على هدايتهم ومنهم فيتحدث إليهم بلسانهم ولغتهم فيفهموا قصده بسهولة وكان صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة أمية ولكن من علمه والله عز وجل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أمي لم يتعلم على يد البشر ولكنه عالم في أعلى درجات العلم الإلهي ويا له من فضل عظيم أن بعث فيهم رسولا منهم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ربنا وبعث فيهم رسولا منهم كما بعثتني رسولا وهذا أوضح دليل على أن ملت جميع الأنبياء واحدة وهي الإسلام يذا سأل فضيلة الشيخ الشعراوي لماذا يحسدنا اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإن محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والحقيقة أنكم أيها اليهود لما ظلمتم في الأرض سلب الله منكم النبوة ووضعها في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم وسبق وأن قال لا ينال عهد الظالمين ولاحظ معي دقة اللفظ القرآني قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم أي فيهم وفي غيرهم من الإنس والجن ولم يقل ربنا وابعث لهم فتكون الدعوة خاصة لهم فقط ربنا وابعث فيهم رسولا منهم جاء رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء سيدنا إبراهيم غير معرف وظل كذلك حتى أتى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد